في أول لقاء له بعد تعيينه زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي هنأه على توليه المنصب متمنيا له التوفيق وزوده بالتوجهات اللازمة وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد لسيما الأمنية منها اللواء عثمان شكر بدوره الرئيس عون على ثقته التي أولاه إياها في مجلس الوزراء ثم استقبل الرئيس عون رئيس هيئة التفتيش المركزي القاد جورج عطيه وهنأه أيضا على توليه منصبه الجديد وزوده بالتوجهات اللازمة مؤكدا على أهمية دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد الأوضاع المالية والمصرفية عرض لها الرئيس عون أيضا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامي الذي أكد استقرار الوضع المالي وأن ما يقوم به مصرف لبنان من شأنه المحافظة على الاستقرار التسليفي وبقاء لبنان منخارطا بالعولمة المصرفية اشتركوا في القناة